بتقف جنب بلدك مش بتجامل بلدك وقفتك وانا دفاعي هنا مش دفاع عن النظام ولا الدفاع عن الرئيس والله دفاعا عن البلد دفاعا عن مصر ما هو مصر ما عندناش غيرها تاني قولنا احنا احنا حوالي تسعة وتسعين في المية من هنا خشعب او اكتر ما عندوش غيرها يا جماعة الناس الجزء اللي عنده جنسية تانية وعنده بيوت برة وعنده 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 ما هم الناس اطلعوا واعملوا اضربوا الحكومة واعملوا كذا ويلا وهم هربوا الشباب الصغير الغربي هم القادة دول طلعوه سخنوه وهم هربوا قاعدين بيتسكأوا هو محمود حسين واقع مع ابراهيم مونير ليه على الفلوس بتاعة الجماعة اللي خدوها وخد بها شؤا وخد بها اعمارات وفيلل وقصور هو ابنه وعربيات في اسطنبول هو الخلاف على فلوس وانتو شفت الخلاف على سلطة يعني انا 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 فعلا بقول للناس تفكر انا الكلام داش بقوله للشعب المصري الشعب المصري فيها بقول للجماعة المؤيدين للاخوان او المتعاطفين معه يا جماعة انتو شفتوا الخناء اللي بينهم شفتوا الخناءات اللي بينهم شفتوا الصراع اللي بينهم مش بقول حاجة من دماغي بجيبلكم فيديوهات قلبوا على بعض اقلوا ايه ده حرامي ده لس ده خائط في اعراب ده ابن ستيف سبعين جبتوا لكم هذا الكلام كله كله جبتوا لكم